السلام عليكم و مرحبا بكم معي من جديد نتمنى تكونوا كلكم بخير و على خير اليوم سنقدم لكم تاجين ديال السومو بالكروفيت نتمنى تعجبكم نخليكم دبا مع المقادير و طريقة التحضير فرجة ممتعة بالنسبة المقادير سنحتاجون جوج بصلات مقطعين شرائع حرقاق ثم نحتاجون جوج حبات من ماتيشا اللي مقطعين تهما شرائع ثلاثة الحبات من جازار اللي سلقت من قبل سنقطع واحد الحبة على هذا الشكل و جوج خرين سنقطعون على شرائع دائري هنا جوج حبات من الفلفلاء الزيتون الخضر ستعملون أي نوع من الزيتون و بالنسبة العطرية سنقوم بقي صغيرة ديال الشونية و خرقوم معي صغيرة ديال كامون و ملحة على حسب الطوق ربعات الفصوص التوم و هنا نصم علقاء البزار نصم علقاء زعيترة و نصم علقاء اليزير سوف نحتاج لك شوية زيت البلدية و شوية زيت النباتية و هنا كما شتوجوش حبت من جازار اللي سلقته من قبل و قطعته شعرائح دائري هنا فتز اللافه عندي معلقة كبيرة عامرة ماتشا مركزة اللي خلطته هنا مع واحد الكاس عامر الماء خلطته زيان و ضفت عليه واحد المعلقة صغيرة الحبق بازيليك و هنا ننسيت ما قدمت لي كمش عندي جوش حبات من بطاطس اللي حتى هو غدي تسلقوه من قبل و هنا عندي وحد 500 جرام دائل السومو لتقدروا تعاوضه بأي نوع دائل الحوت كما كتشوفو غدي نحيد له جلدة باش يترقض مزيان بديك الشرمولة غدي نصوبوه اذا اول حاجة في هذا الوصفة غدي نبدأ نشرمل هات السومو غدي نضيف هنا العطرية كلها كامون الخرقوم الشونية نسمع اللقاء البزار واليازير و معهز زعطرة و بالنسبة للزعطرة واليازير نضيف الكيمياء على حسب الطوق انا هنا نسمع اللقاء صغيرة نضيف حت شوية الزيت النباتية والزيت البلدية و غدي نخلطه مزيان باش الحوت يتشرب لنا من ذاك العناصر و غدي نضيفه في حد الطبصيل و نخليه في الفريقو يتشرب مزيان مدة ساعة على الاقل و إلا كنتو مزروبين ماشي مشكل تقدرو تطيبوه مباشرة و لكن من أحسن شرم له من قبل و في ذاك الطبصيل نيت غدي نضيفه نضيفه في حد الزيت النباتية و نضيفه في حد الزيت النباتية و نضيفه في حد الزيت النباتية كما اشتوه نفرش البصلة الأولى نضيف منه الجزار نستفق منه الحوت نستفق شرائح المطيشة و الفلفلاء نستعمل الفلفلاء الخضراء أو الصفراء و نضيف الخيز لقطع شرائح طوال كما تشاهده نزوق به التاجين نضيف عليه نضيف البطاطة لو العديد." نضيف البطاطة أيها المشكلة ، تقف متأكدة وهنا يجب أن نحك دوك الفصوص دلتو سوف نحك دوك الزيت البلدية ونكمل بصوص المطيشة وصافي هذا هو الطاجين نضع الخضيرة والحوت، الفلفلة والزيتون وفي هذه اللحظة إذا أردتم تزيدوا المزبودة الحارق يمكن لكم تبقى اختياركم وكذلك الحامض المصير ولكن ممكن لكم تضيفه في هذه اللحظة وقبل أن تضيف الطاجين يطيب أنا أستعمل هذه الحديدة الخاصة بالطاجين، سأضعه تحت الطاجين ونجعله يطيب على عافية تكون مهيلة 1-1 ساعة ويأخذت كروفيت اللي حتى هو مرقد، سوف نسوطه واحد شوية في المقلع دردرت واحد شوية ديال معدنس ومن بعد كنسته في الكروفيت كنزوق بالحامض وكنقدموه بصحة وراحة وهذا هو شكل نهائي ديال الطاجين ديالنا كما تشوفو كيجي غزال وبنين وساهل ما كياخدش لنا بزاف ديال الوقت كنتمنى يعجبكم شاركوه مع أحبابكم وصحبكم وما تنسوش الاشتراك في القناة شكرا لكم على المتابعة وإلى الفيديو القديم إن شاء الله أحبابكم شكرا لكم